وسامة تعرف الخليج جيداً. لا مش جيداً. اي البحرين منامة اي طبعاً. اليوم الخليج يفهم طبيعة المرحلة. دول الخليج بصفة عامل. السعودية هي من اه اقوى الاقتصاديات معانتها الدولة العظمى. جاية في كارفور معانتها الاوروبة لازيل افريك. يعني اه كي نشوفوا السعودية البلان وليز اوبجيكتيف معناها الاهداف اللي عملتهم الفين وعشرين الفين وثلاثين. نفهموا نحن شنو هالمخاذ هذية اللي ساير اليوم في العربية السعودية. وقص على ذلك عديد الدول دول الخليج العربي. نشوفوا ايضاً في مستوى العلاقات الدبلوماسية المصالحة. فصارت مصالحة روبي تاريخية اليوم نعتبروها. قطر السعودية الامارات كذا نعرفه. كانت ما نقول سراعات ولكن كان نفور معانتها كانت دولة اه معانتها مسكر حدودها على دولة اخرى معانتها بجيورها. كذا في سعودية الاماراتية قطر القطر. اليوم الخليج العربي سيكون فعلاً اوروبا العالم اليوم. صحيح الكلام ولا؟ صحيح. ولا تبوحات بدون اسس واقعية؟ لا 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 فما حاجات معانتها ملموسة اليوم. ما عادش كلام. هذي ما قعدش في مستوى الكلام كيما ما لو رزموه كيما نحنا في تونس بش نعمل وبش 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 وحرية وديمقراطية وحرية التعبير ولكن صحيح ما فهم حد شيء. لا عنا لا لا لربحنا لا في معانتها حسننا الحياة الاجتماعية والاقتصادية ولا حسننا في في الحرية. اليوم خليني. خليني. خليني كلك حاجة. لا ميسانش 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 ميسانش. على عشرية كاملة. تفجعت بالنجيب تزيري. اليوم العربية السعودية قاعدة تتخلص شيئا فشيئا من التبعية للبترول. نحو اقتصاد متنوع اليوم. صحيح هذا صحيح. نشوفه في معانتها بروموسيون بتاع الكولتور متاحهم. الثقافة. نشوفه مزيد تشريك المرأة في مواقع القرار على رأس مؤسات. هذي ملموسة ليهم شيء في سعودية. انت تعتقد. هو استثمر. انا الاستثمر بشي ندخل. قاعدة دخل فلوس سعودية حاليا. لا لا استثمر. شوفه. لا تقارب نفع غاز. آآ سياحة دينية حتى التوى. لا اعتقد. برهين انا قلت لك آآ الانتقال من تبعية اقتصادية مع انت متاع بيترول الى اخيري نحو التنوية الاقتصاد. نعم. توريزم. ثقافة آآ لنرجي. لنرجي لنرجي لنفلاب اليوم. سعودية اليوم قاعدة معانتها آآ جابت آآ خبراء اعلميين انت كتدخل لسعودية اليوم او حتى دولة اي دولة اخرى معتها خاليجية. نعم تشوف الخبراء الامريكيين الخبراء الانجليز خبراء معانتها من دول غربية بيتمي تميمهم يعني اليوم قاعدين سعودية تستثمر في الشيء هذيه لانه فهمت وانه البترول بشيجي يوم ويوفى ينتهي. لابد من التفكير والانتقال نحو اقتصاد اخر متنوع. لابد من الانتقال نحو. نشوف المرأة اليوم. نشوف الانفتاح على ثقافة اخر اليوم في سعودية.